في معظم الاوقات ممكن يبقى معنا صورة حلوة جدا بنبقى عايزين نقص او نحزف او نشيل الخلفية بتاعتها بكل سهولة. ولكن ما بيبقاش عندنا في معظم الوقت برامج جرافيكس قوية زي الفوتوشوب. تكون نازل على الكمبيتر بتاعنا او على التليفون بتاعنا. او ما بيبقاش عندنا او المعرفة ازاي نستعمل البرامج دي عشان نشيل وبنبقى محتاجين وقت تاني اللي احنا نتعلم الخطوات دي. وفي نفس الوقت ممكن الجهاز بتاعنا ما يستحملش اللي ينزل عليه البرامج دي. فالنهاردة نشوف مع بعض ازاي ممكن نعمل الكلام ده ونشيل من الصورة بطريقة احترافية جدا بدون اي برامج وبطريقة مجانية من خلال البراوزر بتاعنا. والطريقة دي بتشتعل على اي جهاز. سواء بتاعنا. تعالوا نشوف ممكن نعمل كده ازاي بكل سهولة. السلام عليكم. معكم محمد عصام من قناة محمد عصام او تعاليم تكنولوجيا مع محمد عصام. النهاردة نشوف مع بعض ازاي نقدر نشيل او نحزف في الخلفية بتاعت اي صورة بطريقة احترافية سهلة جدا من خلال البراوزر بتاعنا بدون الحاجة لاعداد اي برامج جرافيك على الكمبيتر بتاعنا وعلى الموبايل زي مسلا فوتوشوب. والطريقة دي بتشتعل من على اي ديفايس او اي جهاز سواء هو كان ديسك توب لابتوب موبايل او تابلت. تعالوا نشوف ممكن نعمل كده صورات زي. اول حاجة بنعملها بنفتح البراوزر او المتصفح من خلال الكمبيتر بتاعنا او الموبايل. وبنخش على موقع فوتوبيا. او بنسرش عليه كسرش في اللي هو فوتوبيا دوت كوم. اول ما بنخش على فوتوبيا دوت كوم بنلاقي الانترفيز ده او الوجهة دي. اللي هي فيها اليمين هنا فيه شوية اعلانات بتبتلي تظهر لي. اه ولان الموقع ده موقع مجاني فلازم بيبقى فيه اعلانات ولكن ما بيسبب ليش اي اه مشاكل خلص يعني. وتحت هنا زي ما احنا شايفين او لو دست هنا على كلمة بيقولي فوتوبيا ده هو زي برنامج الفوتوشوب هو بيعدل في السور. والحقيقة برنامج الموقع ده قصدي قوي جدا. ممكن منه تقدروا تعدله في ملفات اه كتير جدا زي ملفات الفوتوشوب. كمان بيعدل في البي دي اف. وبتعامل مع اي ملفات صور كجي بجي وكمان اس في جي. فموقع فوتوبيا بيقدم شوية خدمات اه مجموعة برامج اه مع بعض. من ضمنها فوتوشوب اندزاين ادوبي اكروبات اه حاجات كتيرة. وبصراحة هو بالنسبة لي قريب جدا للفوتوشوب يعني اول ما بنفتح الواجهة بتاعته هنشوف دلوقتي ازاي. تقريبا هو تقليد او بالزبط مماثل لبرنامج فوتوشوب حتى. حابين نعرف اكتر عن فوتوبيا. بندوس على مور وبنكليك على فوتوبيا. فبيطلع لنا الويندو دي اللي فيها الشخص الظريف ده اللي هو اسمه ايفيان. هو ده بتاع فوتوبيا. وهو بيقول هو عنه تلاتين سنة اتولد في اوكرانيا وعايش في الاتشيك. اه بيقول هو بدأ المشروع ده في الفين واتنشر كان هو يسميه متراكت السور او فوتو همر. ولكن بمجرد اللي هو خلص المشروع كان الدومين ده اتاخد. فهو كان فهو بدأ يسجله تحت الدومين تاني اللي هو فوتوبيا دوت كوم. وفي الحقيقة هو بيقول صحابه وعيلته ما كانوش عارفين اي حاجة عن المشروع في الاربع سنين اللي كان شغال فيهم على المشروع ده. وهو كان بيقضي وقت كتير جدا بدون اي مقابل مادي او حتى اي او اي حاجة تقنية جديدة يتعلمها. ولكن هو كان فخور وكان شغال في المشروع ده على سبيل المرح. وفي الاخر خالص هو بيقول انا سعيد جدا دلوقتي لان انا شايف ملايين من المستقدمين حول العالم. ابتدوا يستعملوا في فوتوبيا عشان يكاريتو ميديا. وده الحقيقة درس اللي احنا لو احنا عندنا فكرة او مشروع معين شغالين عليه. ما نيقصر خالص في الاول لان انت مالي با منشوفش النتيجة النهائية الا في النهاية خالص. فده درس اللي نفضل نصابر ونكمل لغاية ما بازن الله نشوف النتائج النهائية للشغال بتاعنا. طيب نرجع بقى للفيديو بتاعنا او يعني الموضوع الفيديو بتاعنا الاساسي ازاي نقدر نشيل الخلفية من الصورة بطريقة سهلة جدا باستخدام فوتوبيا. موقع فوتوبيا مليان اه قوية جدا لمعالجة الصور بطريقة احترافية ولكن في الفيديو ده مش نوقتي مش هكاف اللي احنا نشرح كل التفاصيل دي وهنركز اكتر دلوقتي في ازاي نقدر نشيل او الخلفية من الصورة بتاعتنا. اول حاجة هنعملها نحتاج نفتح الصورة بتاعتنا سواء هي على زي جوجل درايف او دروب بوكس. وفي الحالة بتاعتنا هي موجودة عندنا في الكمبيوتر بتاعنا فهدوس على كومبيوتر. ولو انت شغال من الموبايل على نفس الموقع فبتدوس برضو كومبيوتر وبيجيب لك الفلدرات اللي جوه الموبايل بتاعك. اه بعد كده بختار الصورة بتاعتي. وبدوس اول ما الصورة بتفتح في النص هنا في بلاحز الصورة فاتحت بامتداد بي اس دي لو فوتوشوب. وفعلا البرنامج يعني شبه بالزبط بفوتوشوب حتى المنيو اه العشمال دي او طول بر العشمال فيها تقريبا نفس الادوات بنفس الترتيب وحتى فلو انتم كنتوا شوية ببرنامج الفوتوشوب او استخدمتوها قبل كده فهتلاقوا البرنامج اه او سوري موقع فوتوبيا قريب جدا من برنامج في الاستخدام. وده طبعا ميزة جدا اللي انتم هتعرفوا تستخدموا البرنامج بشكل سالس. في حاجة تانية حابب اضيفها لو احنا مسلا طلبة وعايزين نتعلم فوتوشوب. فممكن نستخدم موقع فوتوبيا بشكل مبدئي. اللي احنا نتضرب عليه. وبعد كده نبقى لغاية ما يبقى يعني قدامنا برنامج فوتوشوب متاح ونقدر نستخدمه. دلوقتي انا حابب مسلا اكبر الصورة شوية. انا بس انا هقفل المنيو دي. حابب اكبر الصورة شوية عشان اعرف اشتعل عليها فبدوس على وبعدوس زوم ان تكبير. لو حاسنا لسه صغيرة ممكن ادوس زوم ان تاني. لا كبرت من انا وممكن اصغر شوية. القطوة اللي بعد كده انا عايز اعمل الصورة قبل ما اشيل الباك جراوند. ليه عشان مش عايز يبقى فيه مساحات كبيرة جدا. اه حاولين بتاعي اللي انا هشيل منه الباك جراوند. وهي صورة الكلب ده. فهعمل ايه? هدوس على الكروب تول اللي على الشمال دي. او هدوس حرف السي كشورت كت. وبابتدي اقرب من شوية من الحروف. اشيل الحروف اللي هي ملاش لازمة او اللي هي ملاش لازمة. وبعد كده بادوس على متل او الصح اللي فوق دي عشان ينفز التعديل. كده انا عملت للصورة بحيس بقى ريبة شوية من الاساسي بتاعي. اللي هو صورة الكلب. دلوقتي هشوف ازاي هنشيل الباك جراوند. بادوس على وبختار اللي هو اسمه اللي هو وهنا هو بيعمل معالجة للصورة باستخدام تقنية او الذكاء الاصطناعي. وبيقدر يدور فين الخلفية ويشيلها بطريقة احترافية جدا زي ما احنا شايفين. فهو هنا عملي اضافية للصورة اسمها او او طبق التنقية. لو انا دست عليها. وجيت هنا دست على ماسك. بلاقي هنا في حاجة اسمها اللي هي الكسافة بتاعة فاعلى كسافة اللي هي اللون الاسود ده بيخفي الخلفية. لو قللت شوية هبتدي اشوف الخلفية بدرقات شفافية شوية لغاية تزيله طبعا الخلفية بتبقى زهرة بشكل كامل. لو عليت دي لغاية مئتين خمسة وخمسين بيخفي لي الخلفية خالص. فكده احنا شلنا الخلفية بطريقة احترافية جدا. بعد كده محتاجة سيف الصورة بتاعتي او عامل لها عشان ابتدي استعدامها. وعشان تبقوا فاهمين اي صورة اه انا عايزة سيفها عشان تقول لها خلفية شفافة. لازم اعمل لها بفورمات بي اني جي. لو انا عملت لها سيف جي بي جي مثلا حتى لو انا شلت الخلفية. الحتة بتاعة او الشفافية بتاعة الخلفية. هتتحول لللون الابيض. فلازم او انا بعمل او اختار بي اني جي. وهنا هو بيقول لي انت عايز المقسات ايه? عسيب على نفس المقسات. والكواليتي بتاعة الصورة هل انت عايز على كواليتي اقل شوية? ولا هخلي الكواليتي اعلى حاجة? وطبعا كلما الكواليتي بتعلى المساحة بتاعة الصورة بتبقى اكبر شوية. ولكن ما يهمنيش انا عايز الصورة زغيرة. مش هتفرق معي. هدوس سيف. وهنا بيسألني انت هتسايف الصورة فين? فانا هسايفها برضو عالديسكتوب بتاعي. وادوس اوكي. وبعد ما بفتح الصورة بلاقيها بقت زي ما احنا شايفين. ويعني شغالة بطريقة جميلة جدا. وطريقة بسيطة جدا ما خدتش مننا اي وقت. هناخد مثال تاني ممكن يكون معقت شوية. اه في مسلا تداخل ما بين بتاعي وما بين الخلفية. كالوان. في حاجات بتفضل ما بتتشلش مع طيب لو احنا فتحنا هنا اه او عملنا كليك على اه اه واخترنا الصورة بتاعتنا. صورة الولد الامور ده. فاحنا ممكن اه نكبر شوية. احنا اه ما نزوم ان. كن نقفل المينيو دي. تمام? هنا في صورة البحر. اه والمركب اللي ورا الولد. عايزين نشيلها والسما اللي هنا دي. فاحنا اول ما ندوس على سليكت اه مينيو. وندوس ريموف باكجراوند. تكليك على ريموف باكجراوند. هنا بيشتعل وبيشل الباكجراوند بطريقة جميلة جدا. الصهالي خالص. ولكن انا ملاحس حاجة. هنا عند الشعر فيه شوية ازرق من السماء اللي كانت موجودة. ما تشلش. وزي تشلي مسلا تحتة من الشعر اللي كان موجود هنا. طب انا هشوف الكلام ده ازاي ايه اللي تشال? ببساطة جدا. زي ما انا قلت هو بيضيف هنا فيه على الصورة اسمها اللي هو بيستخدمها عشان يخفي الباكجراوند. لو انا دوست عليها وجيت على كلمة هنا. وحركت الصورة بتاعت شوية كده وغيرت الشفافية مسلا. هنبتدي نشوف الحاجات اللي تشالت بالغلط زي الشعر اللي هنا دي. زي. ومسلا اللي هنا دي. طب ببساطة جدا انا ممكن ازاي ازاي اظهرها واخفي الحاجات الزرق اللي هي ملايش لازمة دي. اه الرصر اللي هي دي زي ما انا قلت بتشعل باللون اللي هو اللي هم هنا عالشمال هلاقي هنا عندي فيه واحدة واحدة وايت. اه فلو انا جبت بتاعي الفورشة اللي هنا عالشمال دي او دست على اه الزرار بي من الكيبورد. ممكن ابتدي بقى اضيف اه لون اسود على الراستر اللي هي ده. فلو انا ضفت اسود هو هيخفي. يعني مسلا بص نلاحظ هنا. اما بدوس هنا كده بالاسود بيخفي الصورة الاساسية. طب انا هعمل اندو تاني هروح هنا على وادوس اندو. لو انا عملت بالابيض يعني غيرت الالوان هنا انا هشتغل بالابيض دلوقتي بالعكس بيزهر فهي دي فكرة طيب انا هعمل بس اندو تاني عشان نرجع الحاجة زي ما كانت طيب انا دلوقتي عايز اظهر مسلا الشعرية دي فاحنا اتفقنا الحاجة ان انا عايز ازهرها هنختار اللون سود ونشتغل بيها. بس الفورشة بتاعتي كبيرة اوي لو انا عملت كده انا اسف انا محتاجة اللون الابيض انا غلط. لو انا عملت كده هيزهر الشعرية فعلا بس هيزهر معها شوية اه موجودة. فاللانا هعمل اي انا هاجي هنا كده هصغر البراش بتاعتي هخليها على المقاز بس. وكمان هعمل هزهر شوية شفافية كده عشان انا بقى شايفة انا هشتغل على اني حتة. وهزوم كده جوة. وهبتدي اهايلايت مكان الشعرية اللي انا عايزها تظهر. والحتة كمان دي انا عايزها تبقى ظهرة معايا. ودي كمان هاكد عليها. هاجي هنا مسلا اه الشعرية دي انا عايزها تبقى معايا. فبقى اكد عليها. بدوس عليها بس كزيادة تأكيد. هنا كمان. الحتة اللي هنا دي. طيب. وليكن مسلا في حتة انا عايز اخفيها. فهعكس الالوان اللون الاسفد هو اللي بيخفي. فهدوس هنا كده. على الحتة دي. وزي ما احنا شايفين هي فعلا بتختفي. وهتبان كويس قوي. بعد ما نرجع دي دي. ليه? الانتين خمسة وخمسين الاعلى قيمة لها. اه فخلينا نشتغل كده نشيل شوية اه ازرق اللي هما مش محتاجينهم. ونفرغ الصورة بتاعتنا بحيس تبقى موجودة بشكل اه او بينا بشكل احترافي كويس جدا. الحتة دي برضو محتاج اشيلها. ونخلي بالنا كل مناعمل زوم ان هنقف نشتغل بطريقة كويسة جدا. اه احسن ما نشتغل والصورة تبقى تغيرة ونشيل الحاجات ما لهاش لازمها. وطبعا مقاس الفرشة احنا بنغيره على حسب الحاجة. يعني لو في حاجة دقيقة قوي بصغر الفرشة. لو فيه اريا كبيرة قوي ممكن ابتدى اكبر الفرشة. يعني لو انا جاي مسلا هنا اتنين دي مش منازبيني حاسة لها صغيرة قوي. هتكبرها شوية تبقى خمسة. هبتدى هاشتغل هنا اشيل بقى الحاجات اللي هي ايه? زيادة دي ما لهاش لازمة معايا. اه فدي طريقة الشغل. وهفضل عامل كده لغاية تم خلص خالص. وممكن كمان اجي حوالين الصورة ااكد. يعني لو انا ابتددت هنا زود يعني ابتدت ببص في حاجة تاني حوالين الصورة محتاجة تتزبط من الجناب مسلا. لا مفيش حاجة بصراحة. هو شلي معظم الحاجات الزيادات دي ترية كويسة جدا. انا بس هنا في حتة انا محتاجة اشتغل عليها الحتة دي. مش مش لذيذة. هصغر الفرشة تاني. وهبتدى اشيل الزيادات اللي هنا. ممكن اكبرها زيادة. وهبتدى اشيل. طيب سواء خلصت او لسه ما خلصتش ممكن اسيف الفايل بتاعي كبس دي لو انا عايز اكمله بعدين او عايز ارجع له تاني واعدل فيه. فابقدوس فايل وبقدوس على سيف اس بي اس دي وهو بيقول لي اسم الفايل الجديد دي وبعمل له عشان نحفظه على الكمبيتر بتاعي. وانا انا عايزة سيف بقى او اكسبورت الصورة بتاعت دي عشان اسخدمها في اي تاني. بدوس اكسبورت از بي ان جي وبرضو بدخل اه الكواليتي اللي انا عايزها المقاسات كديمينشنز وهايت. وبدوس اه سيف. اه في حاجة كنت اه حابب بوضعها وانا شغال برضو في هنا حلو قوي اللي هو فول سكرين اللي انا بدوست عليه بيعملي فول سكرين عشان يفتح لي الشاشة شوية بتاعت البرنامج او الويبسايت. وانا شغال واحس اللي انا شغال فعلا على الفوتوشوب. طيب احنا وصلنا للتابس بتاعت الحالة بتاعت النهاردة. فزي ما احنا قلنا قبل كده في فوتوبيا اه برنامج مسير جدا لبرنامج فوتوشوب. فلو احنا بنتعلم او احتاجين نتعلم فوتوشوب. فاحنا ممكن او نجرب على موقع فوتوبيا. وهو موقع مجاني مش هحتاج مننا اي حاجة. بدلا ما ننزل مسلا نسخ مكراكة او نسخ مكراكة. ونعرض الاجهزة بتاعتنا للبرامج الخميسة. ومع اه موقع فوتوبيا بدينا رائعة جدا. فلو احنا هنا على بي اس دي بيلاقي فيه او فيه مكتبة جميلة جدا للتامبلتس او للامسلة. اه كفوتوشوب ومن وتقسمها هنا على الشمال اه بالكاتجوري. مسلا وموبايل. لو انا مسلا عايز بعمل بوستر لانستجرام او يوتيوب اه او فيسبوك بوست. ممكن استخدمهم. لو انا بعمل حاجات زي كروت. اه سي فيهات مسلا. فلو انا مسلا عايز اعمل اشوف اي مسال على مسلا صورة ده والبوستر ده. ممكن ادوس عليه بشوف تفاصيل. ولو انا اعملت كليك على اللينك ده بيبتدي فعلا يفتح لي الفايل بتاع البوستر كبي اس دي بالليارز بتاعته بالتكست بالسور وببتدي يبقى عندي فوق الاكسز اللي انا عدل فيه واشوف الدزاين ده كان معمول ازاي. وده ودي طريقة حلوة جدا بصراحة للتعليم او للتعلم اه اه كبشوف المسال وبشوف معمول ازاي وببتدي ابراك تعليم. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكون استفدتوا حاجة جديدة. لو الفيديو عجبكم دوس لايك او نعمل في القناة عشان يجيناك كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. وارجاء الشير برضو لنشر المعلومة والعلم التقبيد لده. واشوفكم في فيديو جديد مع او تعلم تكنولوجيا مع محمد عصام.